لكن أنا بسأل و بقول الجماعة في الغرب و بقول الإنسان بيعاقبوا مين؟ بيعاقبوا مين؟ بيعاقبوا بحكومات ولا بيعاقبوا أطفال؟ ما هو برضو الغريب إنه دول أطفال و محدش منتبه محدش منتبه و دول بسأل هو المأساة لا لونة لها ولا جنسية ولا دين بسأل في النظر مين دول؟ عندهم دين مسيحي ولا دين إسلام ولا دين يهودي بسأل في النظر عندهم جنسية عربية ولا قومية عربية ولا تركية ولا غيره في الآخر إنسان احنا بنقول احنا لا نميز ولا نفرقه بين إنسان و آخر على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو العرق إلى آخره كلام بيتقال لكنه في الفعل لا بسخليني بس أقول أنه أيضا من تركيا في مدينة هطاية تركيا طلعوا طفل من تحت الأنقاط في نوع من المعجزات في عصر قيل إنه انتهت فيه المعجزات أو طفل رضيع قلتم حضرتكم أهو قاعد تحت الأنقاط مية تمانية وعشرين ساعة مية تمانية وعشرين ساعة أهو سبحان الله يعني سبحان الله يعني فعلا يا جماعة يعني الدين وعمر ورمين البحر كيف يقول فعلا الدين وعمر ورمين البحر أهو طفل رضيع راحة الأنقاض قاعد 120 ساعة من غير رضاعة من غير مية من غير أكل من غير من غير يا جماعة دي معجزة من المعجزات عموما كلما مر الوقت وكلما تضاء للأمل في إيجاد أو العثور على أحياء لكن المعجزات وتقدير وتدبير المولى سبحانه يعني محدش يقدر يقول ومحدش يقدر يعني يتنبأ لكن في النهاية في معجزات موجودة يعني فيه قصص ممكن واحد يقعد 7-8 أيام لعشر لكن دول تم ينقذهم والحقيقة جهود العالم كله العالم كله الحقيقة برضو بيستشعر الأزى والأزمة والضيق والغضب والزعل يعني الكل بيشعر بما يشعر به هؤلاء لكن تمييز بين ضحية وضحية على أساس سياسي المفروض تتلاشى هذه الأفكار وهذه الممارسات